من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك قال تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل بن عبد العز العدوي القرشي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك زيد بن عمر في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل فتبرأ من شركهم وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يبعث يوم القيامة أمة وحده كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه وكان من السابقين الأولين في الإسلام وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدة قال سعيد والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر كان فارسا شجاعا شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر فإنه كان غائبا في الشام وقدم عقيب الغزوة فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة وكان قائدا خبيرا فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله كان مع فضله متواضعا فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عشرة في الجنة فعدت تسعة وقال ولو شئت لسميت العاشر فقالوا من هو فسكت فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد وكان مستجاب الدعوة افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها فكانت قبرها توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة خمسين أو إحدى وخمسين للهجرة وهو ابن بضع وسبعين سنة فحمل إلى المدينة ودفن بها فرضي الله عنه وأرضاه